أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة الحقيقة في الجزء ده أنا هقدم سؤال بس مش أنا اللي هقدم الإجابة السؤال ده كان مفترض أنه يكون في حلقة الأسئلة السابقة أسئلة السابقة على طول وإحنا أجلناه علشان خاطر نحصل على الإجابة المثالية نموذج الإجابة يعني لأن الموضوع الخاص بهذا السؤال الحقيقة بيشغل بال العديد والعديد من الأمهات والآباء عائلات كتيرة جداً جداً بتسأل أو عندها انشغال بموضوع هذا السؤال السؤال ده كان من أم اسمها عبير إسلام وكانت بتقول لنا ابني عنده أربع سنين ومتأخر في الكلام عنده أربع سنين وتأخر في الكلام أعمل معا إيه؟ احترت معاه مشيته على علاج أوميجا لفترة ومشي معاه جلسات وحضانة وحسى ما فيش تقدم سريع نتوجه بهذا السؤال إلى أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن الغندور أستاذ أمراض التخاطب بكلية طب جامعة عين شمس واللي هيكون حاضر معانا في مكالمة تليفونية دلوقتي دكتور حسن مساء الخير سأل نور دكتور محمد بشكر حضرتك على السؤال الجميل وبشكرك على البرنامج الجميل الهدف بيقدم المعلومات بصورة مبسطة بفيدة قطعة كبير جدا من المجتمع نحن اللي بنشكر حضرتك والحقيقة أن السؤال ده يعني أنا بقول أنه صحيح صاحبك السؤال بعدته لنا ولكنه يعني مضمون هذا السؤال العديد والعديد من البيوت في مصر والدول العربية يعني عندهم منشغال بهذا الأمر تفضل دكتور حسن سامين حضرتك السؤال ده هو سؤال مهم جدا وحتى لما ديه لمرضة بناظرهم بتقلق في السؤال ده بيقول بقالنا كثير من بتعلاج من نخل جلسات فيها ماكن مختلفة ويهن في مرض للموضوع ده فعشان نعرف بصورة عامة إيه هي الأسباب اللي بتحكم في التقدم حالات أمراض التخاطب لدينا نعرف أن تخط المرجو والبوضي في حالة أمراض التخطب بيعتمد على العاصر مهمة ولا يجب أن نفل أي من العاصر أول عنصر بيعتمد عليه الحالات هو التشريف السليم والكامل التشريف السليم وكامل التشريف السليم معناه أن أنا أعرف نوع المرض وسبب أنه يجي لي حالات يقول لي أنا أرحكي فلان وقال لي أن ابنك عنده تأخر له كل ما تأخر له تشريف السليم تشريف السليم إيه سببه إيه اللي بيقدي بالطفل لتأخر له عشان نعرف كلمة تشريف السليم التشريف السليم هو نوع المرض والسبب التشريف الكامل بمعنى إن ساعات بيكون هناك اضطرابات مصاحبة للمرض اللي احنا بنسميها في الطب الكوموربيد في بطاعة كبيرة بيخفل بيخفل البحث عن هذه الكوموربيد أو الاضطرابات المصاحبة وجوجها بيأثر على تقدم الحالة يعني احنا ممكن نكون بنعالج الحالة وبنغفل الاضطراب المصاحب اللي هو بيكون سبب فيه فر التقدم على الحالة حال التشخيص الاضطرابات المصاحبة دي وعلاجها مع المرض الأساسي بيكون التقدم بإذن الله جيد والمرضي نجي لكلمة التشخيص بقا بيعتمد على إيه التشخيص؟ التشخيص أول ما بيعتمد بيعتمد على أخذ التاريخ المرضي والمفصل من أهل المريض أو المصاحبين دي لما كانش أهل هم المكلمين معا بعد التشخيص بعد التاريخ المرضي بنأتي إلى مرحلة الفحص الفحص للمريض من قبل الطبيب وإجراء الفحصات المطلوبة فيه فحصات مباشرة احنا بنعملها زي اختبارات اللغة زي اختبارات الزكاء زي اختبارات ثانية خاصة بأمراض التخاطب أو ممكن نلجأ إلى طلب فحصات ثانية زي المقياس السمع زي رسم المخ زي الأشعة المطلعية وببعض الأحيان لما بنطلب الفحصات دي بيبالينا حاجات بتساعدنا في علاج المرض فإجراء الفحصات المطلوبة من قبل طبيب أمراض التخاطب للوصول المشكلة بعد كده بيتم عرفت السبب عرفت المرض عرفت الاضطلابات المصاحبة ونبتدي نحط خطة علاجية مفصلة واللي بيكون الأهل جزء مهم جدا مشارك فيها الأهل دايما بيبقوا العنصر قبل جلسات التخاطب يعني الأهل بيجوا لي بقولهم لو انتم مش هتشاركوا معايا فالطفل حياخد في المكان كم جلسة في السبب ثلاث جلسات مدتهم حيبوا عدد إيه لو شفت المدة اللي بيقعد معاكم في البيت فيها أكيد حتبقى أكثر بكثير جدا فاعتمدكم على الجلسات فقط مش كفاية لازم انتم تشاركوني ولازم أنا أرشدهم إزاي شاركوني مش أقولهم اتكلموا مع الطفله بس لازم بحط لهم حاجة سمية الأرشاد الأسري المفصل اللي أنا بشرحولهم وبشرحهم إزاي طبقوه في البيت فالأهل بيجوا جزء مهم جدا مشارك العلاج عن طريق الأرشاد الأسري اللي بنوجههم وبنيجي النقطة مهمة جدا إحنا حطنا الخطة العلاجية كفاءة القائم بتنفيذ الخطة العلاجية وده عامل مهم جدا يبقى عندنا العناصر اللي تتحكم في تقدم الحالة علشان نلخص الموضوع هو تشخيص سليم ومفصل وكامل خطة علاجية مفصلة وجيدة مشاركة الأهل وكفاءة المعالج في تنفيذ الخطة العلاجية بالنسبة لللقطة اللي هي قالت أنا بديه الأوميجا برضو الأوميجا سري من الحاجات اللي أعب سعاب بتفيد الأطفال بقول سعاب بتفيد الأطفال مش في كل الأطفال بل إن بعض الأطفال اللي بياخدوا الأوميجا سري اللي بيزود حركتهم بيزود النشاط بتعاقب فما بدهوش بدون سبب بدون سبب نحن بنديف حالات معينة فقط لغير مش في كل الحالات لكن دلوقتي حاليا بقى برضو من الحاجات الشائعة جدا 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 إن أي طفل عنده ترفق أمراض تخط ولا حاجة أول حاجة نعملها نكتب له أوميجا سري فده برضو من الحاجات اللي لازم نقطيها محذير نحن مش بنكتبه في بقية طيب هي برضو ذكرت في السؤال يا دكتور حسن إنه هي ماشية معا غير الجلسات وغير الأوميجا اللي هي ذكرته هي بتقول ماشية معا كمان إنها بتودي حضانة فهل هنا الحضانة في وجود تأثر لغوي أو يعني إن لسه الطفل مش بيتكلم بشكل يعني مثالي بيكون عامل مساعد ولا عامل معطل؟ لا هو المفروض إنه هو ما يكونش عامل معطل هو في الغالب بيكون عامل مساعد بس الحضانة بتعمل إيه مع الطفل؟ في حضانات السلوك اللي بيستخدم في الحضانة مع الطفل بيأثر عليه سلبا زي مثلا هم بيخلوه يقعد قدام التليفزيون معظم الوقت فده بيزود التشتت عنده الطفل ممكن يزود حركته فالحضانة لو كان فيها أنشطة لو كان فيها غنى لعب اندماج اجتماعي مع الأطفال أكيد سيساعد لكن لو كانت الحضانة ما بتهتمش بالجوانب جيب تهتم إنه الطفل يبقى عاد ساكت خلاص إنها الحضانة بتقعد قدام التليفزيون أو أي ميديا بقى لابتوب ولا أي حاجة فترة طويلة جزا 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 يحس إن الطفل يبقى مبسوط والأهل لما بيو ياخدوا من الحضانة بالعكس بقامت دايق وعايز روح هناك لكن ما بتتفيدش منها حاجة غالصة لكن الحضانة إحنا بنلجأ إليها في أعمار معينة يعني لما بيجي لطفل مثلا عمره صغير شوية حاجة بقول لهم لا لازم يروح حضانة لكن أطفال لما يكون وصل لسن 4 أو 5 سنين ويبقى علاجه إن هو يروح حضانة بس لا الحضانة مش هتسيده أبدا في المضادة لازم هيكون الجلسات تحاطط يا رقم واحد الحضانة ممكن تفيدوك لو كانت الحضانة بتهتم بالجوانب التأهلية والتربوية بصورة غير مباشرة زي ما قلت لحضرتك عن طريق اللعب عن طريق الغناء عن طريق الأنشطة اللي بتنمى مهارات الطفل والبعد تماما عن التعرض للميديا زي التلفزيون أو الموبايل أو اللابتوك أو الألعاب اللي ممكن يلعب عليهم الألعاب الإلكترونيكس في بعض الحضانة طيب بالنسبة في يعني أنا بتكلم على أنا عارف إن ده مش قطاع عريض يعني ولكن قطاع موجود في حضانات بتتبنى دلوقتي طريقة إن هم بيستخدموا لغة غير عربية في كافة التعامل يعني مثلا سواء اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية هل مع وجود خلينا نقول حالة طفل بيخضع للعلاج في طب أمراض التخاطب هنا وجوده في مناق أو في حضانة بتستخدم لغة أجنبية بالكامل أنا أقصد هنا بالكامل بالمعنى الحرفي هل ده بيكون ما فيهوش مشكلة ولا يفضل إن الحضانة في الوقت ده تكون عامل مساعد مطور للغة الأساسية اللي احنا بتسميها المادر تانج أو اللغة الأساسية اللي هي الخاصة بينا اللي هي اللغة العربية والله حد التعرض أو جزئية تعرض لطفل اللغتين هل ده ممكن تأثر على اللغة ولا لأ الأبحاث اللي اتعاملت قالت أن الطفل طالما بتعرض لغة واحدة في مكان واحد ومش بتعرض لأكتر من اللغتين مثلا يعني في الحضانة بتعرض لغة إنجليزية في البيت بيكلموا عربي بس يكون في الحضانة بيور إنجليش وفي البيت بيور عربي ما تكلمش معه المكسد لانجوش أو اللغة المختلطة إن خليك جود بوي وأنا أجيب لك الشوكليت لا ما تتعاملش معه بهذه اللغة المختلطة لازم تكون لغة واحدة بمكان واحد وكمان لو كان الطفل مثلا رايح للحضانة وهو بقاله مثلا عنده رايح أول من رايح الحضانة سنة ونص أو أربع سنة وكل اللغة اللي اتعرض لها في حياته كلها كانت لغة عربية ما جيش أنا في السنة ده وأروح مقدم له لغة تانية ما سمعش عنها حاجة خالص أنت في من الحضاراتك فاديش حكون مش عامل مساعد فيه لكن يفضل إن الطفل يتعرض الماثر تانجي بتاعك وفي حالة تعرضه اللغتين فاحنا بنسبت اللغة في مكان واحد يعني الحضانة لو بتتكلم إنجليش خالص يتكلم معه إنجليش بس في البيت أنا ما اتكلمش مع لغتيني حتكلم معه إنجليش خالص في هذه الحالة الطفل يعني مش عارف عربي مش عارف عربي أتكلم مع عربي بيور طيب برضو أنا باخد من السؤال علشان نفيد كل المستمعين والمشاهدين يا دكتور حسن هي سألت عن التحسن هو في علم أمراض التخاطب الفترات المتوقع فيها تحسن إذا مشينا بالخطوات اللي حضرتك شرحتها لنا دلوقتي التشخيص السليم والمكتمل والجلسات وكفاءة الخطة العلاجية وما إلى ذلك التحسن المفروض بنتوقعه خلال قدية أو بيبدأ من إمتى برضو السؤال ده إيجابة محددة عليه لا يملك أحد على وجه الأرض إيجابة عناصر التأهيل بتختلف رد فعلها من طفل الآخر أو من شخص الآخر عمتا يعني حتى لو أي حاجة فيها تأهيل زي علاج تطيئة حتى العلاج النفسي بجلسات النفسية جلسات التخاطب أي حاجة فيها تأهيل بتعتمد في الآخر خالص زي ما بنقوله الفاينال جول بتاعنا هو المريض نفسه درجة استجابة ونفسها إيه درجة استجابة ونفسها إيه يعني هو فيه لو عندي حتى في الأدوية اللي أحلى بنقته حضرتك ممكن يكون عندك صدع وأنا عندي صدع بناخد أرس أنا بتحسن بعد مصف ساعة أنت بتحسن بعد عشر دقائق العمل اللي خلى التأثير هو هو نفس المادة ونفس الأرس ونفس الجرعة لكن العمل الشخصي بقى القبول الطفل للجلسات في عام القبول رغبته في التحسن استجابته للجلسات لكن طبعاً لما بيكون الطفل بتحطط له الخطة اللي أجاه صح وإحنا ماشيين معه صح ولا أي حاجة بنلاقي تقدم يعني في بعض الأحيان بنسميه تقدم مزهل يعني احنا عندنا بعض المرضى بنسميهم الستار تيشن اللي حققوا تقدم كبير جداً 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 في تشخيصات ممكن يكون الأهل شبهة فقدين الأمل فيه زي طفل اللي كل ما بيسمع شيء وعمل زراعة طاقعة العملية عمل الصح والتأهيل السمعي العمل صح والتأهيل بتخطوبي عمل صح في خلال شهور الطفل بيتكلم وبيكتسب لغة وبيبتدي يعبر عن نفسه وساعات بيلجأ يعني بيتخدم لغة ممكن يوصل تكتين جمل بيتقدم تقدم ملحوظ جداً 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 في أطال بيتعرضوا نفس الموضوع هو لكن استجابتهم نتيجة عوامل شخصية في الطفل نفسه ممكن يكون طفل من مددلع شوية الطفل ما عندهش يعني في متطلبات كتسب اللغة آخر متطلب من كتسب اللغة يعني لو تعرضنا المتطلبات كتسب اللغة بسرعة كده حنقول سلامة صحة الدماغ اللي هي الزكاء الطبيعي الجهاز الحركي السليم سلامة الحواس وأهمهم السمع سلامة أو الاندماج الاجتماعي السليم مع الآخرين وجود بيئة منبهة رقم 6 الرغبة في الكلام الرغبة فيه ناس بيقم عندهمش رغبة يعني زي أطفال ببؤسكية جداً 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 وعندهم كل حاجة طبيعية جداً جداً وداخل مدرسة همش عايزة تعلم فبتبقى استجابته ضعيفة حتى لو قدمت له في أحسن مدرسة وتعرض لأحسن أنواع التدريس في الدنيا نفس الحكاية بالنسبة لجلسات التخاطر لكن ما بنقولش ما بيكونش فيه تقدم فيه تقدم بإذن الله تعالى إن شاء الله واخذنا بالأسباب السليمة والطباقة صحة ومشاركة الأهل والجلسات كانت جلسات سليمة وبكفاءة لا بيبقى فيه تقدم لكن تحسن تقدم حساب الوقت بالضبط عمري ما قلت الأهل ثلاثة شهر شهرين سنة بقوله أنا ما قدرش أقولك حاجة تكون أوفر استميشان أو أندر استميشان يعني تقدير أكثر من اللازم أو أقل من اللازم في كلتا الحالتين ممكن تصاب بإحباط أو بقى لأ يعني أنا قلت لك ثلاثة شهر ثلاثة شهر ما بيتعدوا وما حصلش تقدم لو قلت لك ثلاثة حاجة لك أحباط ثلاثة لسه عربا ما يتكلم لأحنا بناخد بالأسباب وبنقول يا رب الطفل يكون كريم بعانا ويستجيب بسرعة بإذن الله والله يا دكتور حسن يعني هذا الختام اللي حضرتك ختمت به مدخلتك المهمة والعظيمة هي في الآخر الجوهر الحكاية كله هو الأمانة العلمية والضمير اللي هو في الآخر وفي الأول هو الوسيلة العلاج الرئيسي لأن فيه أهل علم وإحنا نلجأ لأهل العلم فبالتالي جزء من خطة العلاج هو وضوح الكلام والأمانة في العرض وأمانة حتى في التوقعات يعني الحقيقة أنا بدعو يعني كل الأهل وكل الأسر اللي عندهم مشكلة مشابهة أو عندهم موقف مشابه أنهما يعني يستغلوا هذه المدخلة القيمة أنهما يطمنوا نفسهم ويلجأوا لأهل التخصص لأنه هو ده الطريق السليم لعلاج الأمر إحنا بنشكر جدا جدا الأستاذ الدكتور حسن الغندور أستاذ أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس